ربما في حاجة أن عارض أحد شيخي مر في مسألة أو نبه عليه في مسألة وهذا كذلك في رسالة رؤية لكل من شهد اليوم من طلاب علم ربما العالم شيخك يقع في زلة يقع في خطأ ينسى يذهن كيف تصرف البخاري مثل هذا الموقف؟ هو الموقف أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في ذاك الوقت كان عمره 11 سنة في هذه الحدود ما بين 11 سنة إلى 16 سنة في هذه الحدود لا يزيد عن 16 سنة كان في مجلس أحد العلماء اسمه الداخلي وكان يحدث ويأخذون عنه العلم ويكتبون من علماء عصره وهو من شيخ الإمام البخاري فالمهم أن العالم أحيانا في طريق في النسخ قد يحصل بعض الأخطاء أو في السماع أحيانا في فقال الشيخ عن الزبير عن إبراهيم ثم سرد الحديث فقال الإمام البخاري يا شيخ إن أب الزبير لم يروي عن إبراهيم إن الزبير لم يروي إنما هو عن أبي الزبير عن إبراهيم فصحح له في موضوع أبو الزبير أو أبو الزبير فنهره الشيخ في البداية يعني أنت في مقام التعلم وكيف ثم قال إن فلانا لم يسمع عن فلان يا شيخ مصر البخاري ثم قال له انظر إلى الأصل يا شيخ ثم تأكد فالشيخ نظر إلى الأصل فوجده كما قال البخاري فقال كيف هو يا غلام؟ لحظة الآن هنا الدرس الآن كيف هو يا غلام؟ قال عن أبي الزبير عن إبراهيم فبدأ الشيخ يحكم نسخته على ما قال البخاري هذا الفتى هذا الموقف في دروس والله يا أخي يعني ثلاثة دروس لو بدنا نفصلها نقول طالب العلم الشيخ البيئة العلمية جميل أما من جهة طالب العلم فهو أن طالب العلم يكون حريصا على التعلم ولا يمنعه صغره أنه إذا رأى شيء أن يستشكل عليه أن يسأل عنه أو يستشكله أو يبينه أو حتى يعرف شيئا أن يصحه وتكلم بأدب يجب أنه يكون الحديث مع الشيخ في المجالس وفي الأخذ وفي العطاء أن يكون يعني بكل أدب بكل رقي أخلاقي في التعامل مع شيء فيه الجانب الثاني وهو درس والله لكل الأساتذة والمعلمين وعضاه التدريس والمشايخ وطلاب العلم الذين يتولون تدريس وتعليم الناس إلى هذا التواضع العلمي أنت تعجب من الشيخ ولا تعجب من الطالب الناس لما دامن يذكرون هذا الموقف ترى ينبهرون بموقف البخاري في هذا السن الحافظة ورد على الشيخ لكن أنا برضو أنظر إلى موضع آخر مبهر وهو تواضع الشيخ رحمه الله حيث قبل من هذا الفتى وكيف هو يا فتى أساسي يصح وكيف أنه يصح نسخته على كلام هذا الفتى وأمام طلابه لم يمنع هذا درس يقدمه لطلابه في التواضع للعلم في التواضع مع هذا العلم العظيم التواضع لطلابه التواضع للحق الخضوع للحق وهذا مما يطلب من طلابنا ومن أساتذتنا هذه البيئة العلمية التي نشع فيها يعني بيئة قائمة على النقاش قائمة على الحوار قائمة على التصحيح قائمة على التنقيح قائمة على التفكير العلمي الصحيح فأنت الأستاذ لما يدرس هو ليس ينقل المعلومات موجودة الآن يا أخي مصادر المعلومات لا حصر لها صحيح لكن كيف نعلم كيف ندرس كيف ننمي العقل العلمي العقل العلمي الناقد العقل العلمي المبدع العقل العلمي الذي يحلل الأفكار والمسائل والاستنبال الآن تسمع مثلا في مهارات التفكيرات التحليل التفكيك التركيب الابتكار العقل الناقد التفكير الناقل ترى والله كلها موجودة في علم الحديث مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم أصول الفقه أبرز العلوم التي تبني العقل بناء العقل والعادات العقلية الإيجابية والتفكير الإيجابي سواء كان التفكير الإبداعي التفكير الناقد التفكير التحليلي التفكير الاستنباطي تجده في علم أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث جميل جدا نعم